الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنواصل تصحيح لاختبار الموحد لتانوية الإعدادية برج الزيتون مراكش دورة يناير 2019 تمريد الثالث على أربع نقاط هو هذا تمريد الأول والثانية صحيحناهم في الحصة السابقة مش يدرك التمريد الثالث والرابع تمريد الثالث نعتبر الشكل التالي بحيث أوكا يسوي 2 جمع باع 3 إن هذا المسافة هذه لعندنا رأي 2 جمع باع 3 ما بين الشيء هنا بشكل كبير ولكن رأي 2 جمع باع 3 هي المكتوبة نعي ثم المسافة أجي تسوي أربعة وكاجي تسوي اتنان كاجي تسوي اتنان وفكا تسوي خمسة هذه المسافة لعندنا رأي خمسة بين أن المتللات أوكاجي قائم الزاوية ب أحسب المسافة أف جيم أحسب سينس أج كا وطنجونس أف كا ثانيا أحسب أم حيث أم يساوي 3.4 28 درجة زائد سينس 40 درجة زائد 3.4 28 درجة زائد سينس مربع 50 درجة نشوفوا الآن التمرين الرابع هو هذا التمرين الرابع على أربع نقط في الشكل الجانباء المستقيم أم أن يوازي المستقيم أصي والمسافة أصي تساوي 5 سنتيمتر د أو تساوي 8 سنتيمتر والد أم تساوي 6.4 سنتيمتر والد سي يساوي 10 سنتيمتر أحسب المسافتين د أن و أم أن ثانيا لتكون أ نقطة من نصف المستقيم د أو وبنقطة من نصف المستقيم س أو بحيث أو أ تساوي 2.4 سنتيمتر وأو بي تساوي 1.5 سنتيمتر أحسب وقارن نسبتين أو أعلى أو دي وأو بي على أصي با بيين أن المستقيم ديسي يوازي المستقيم عبي أما التمرين الخامس غالي نخليه الحصة الثالثة من التصحيح يلا نظرك أن نبدأ بالتمرين رقم ثلاثة التمرين الثالث لنبين أن او كاس جي متلات قائم الزاوية في رأي كيف سنبدأ نعم عدنا أطوال أضلاء عدل المتلات إذن سنرفع أطوال هذه الأضلاء إلى الأستثنان ثم نحاول تطبيق مبرهنة فيتاغورث العكسية عندنا أكا تساوي تاجد ربع ثلاثة و أجي تساوي أربعة و جي كا تساوي اثنان إذن كما قلت سأرفع هذه القيم إلى الأستثنان إذن أكا أستثنان تساوي اثنان جد ربع ثلاثة الكله أستثنان و أجي أستثنان تساوي أربعة أستثنان و جي كا أستثنان تساوي اثنان أستثنان ثم نحسب هذه القيم يعني أكا أستثنان تساوي ماذا؟ نعم أربعة في ثلاثة أي إثنى عشر و جي أستثنان تساوي أربعة أستثنان التي تساوي ستة عشر و جي كا أستثنان تساوي أربعة إذن نظرت مليا إلى هذه الأعداد التي حصلنا عليها هناك علاقة بينها ما هي هذه العلاقة؟ نعم العدد ستة عشر هو مجموعة العددين اثنى عشر وأربعة سنكتبها وحيث أن اثنى عشر زائد أربعة تساوي ستة عشر فإن ثم نعوض إثنى عشر بأكا أستنان وأربعة بجي كا أستنان وستة عشر بأجي أستنان أكا أستنان زائد جي كا أستنان تساوي أجي أستنان وهذا يعني أن المثلة تساوي أجي كا قائم الزاوية في الرأس كا حسب مبارهنة فيتاغورث العكسية أربعة بأن المثلة أجي كا قائم الزاوية في الرأس كا قائم الزاوية في الرأس كا حسب مبارهنة في الإصلاف كا قائم الزاوية فيتاغورث العكسية فيتاغورث العقسية نمر الآن إلى السؤال الموالي احسب المسافة أف لنحسب أف لنحسب أف هنا أرسمت فقط المثلة الذي سأحتاج إليه لحساب المسافة أف كما ترى المثلة أف قائمة زاوية في الرأس ويمكن أن أثبت ذلك بالبرهان عرفنا سابقا أن أف متلة قائمة الزاوية في الرأس إذن أف عمودي على ج وبما أن النقط ج وك وف مستقيمية فإن أف عمودي على ف بمعنى أن الزاوية التي رأتها قائمة سأكتب ذلك نعلم أن أك عمودي على الج السبب لأن أك ج متلة قائمة الزاوية الزاوية في الرأس ك وحيث أن جك إذا شئت هو نفس ونفس المستقيم قائف فإن أك أك عمودي على قائف وهذا وهذا يعني أن المتلة وهذا يعني أن المتلة أك 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 قائم الزاوية في الرأس ك ك وحسب مبارهنة فيتاغورس المباشرة فإن مربع طول وتاريه له أف مربع طول وتاريه يساوي مجموع مربعي طول الدرعي الآخرين يساوي ك أ أس إثنان زائد ك أف إثنان يعني أف أس إثنان يساوي إثنان جن ربع ثلاثة لكل أس إثنان هذه المسافة كأ وعلى نفس شكل ذينا زائد كأف أس إثنان أي خمسة أس إثنان حتى يرى نفس شكل ذينا يعني أف إثنان تساوي أربعة في ثلاثة أي إثنان عشر زائد خمسة وعشرون أف في ثلاثة تساوي سبعة وثلاثون يعني أف يساوي جن مربع سبعة وثلاثون وهكذا حصلنا على المسافة المطلوبة سبعة سبعة الموالي أحسب سنس EGK سنس سنس EGK سنرسم المطلوبة التي فيها زاوية EGK ثم أحسب سنس هذه زاوية وهذا المطلوبة سنعتمد عليه لكي نحسب قياس سنس EGK هذه الزاوية سنس EGK يساوي طول دع المقابل لهذه الزاوية على طول الوثار يعني EK على EG ثم سنس EGK سنس EGK يساوي EK طول الدع المقابل على طول الوثار يساوي ثم نعوض أي إثناء جن ربع ثلاثة على أربعة بعد الاختزال تساوي جن ربع ثلاثة على إثناء نمشي والزاوية الأخرى EFK التي سنحسب ظلها أو طانجنت EFK يمكن لنا نعتمد على المثلة EFK القائم الزاوية في الرأس K لحساب طانجنت EFK طانجنت EFK يساوي طول الدلع المقابل لهذا EK على طول الدلع المحادي لهذه الزاوية والزاوية القائمة أي الدلع FK نكتب ذلك طانجنت EFK يساوي طول الدلع المقابل لهذا EK على طول الدلع المحادي لهذا FK EK لدينا هي 2 4 3 على FK لهذا العدد 5 وهكذا حصلنا على طانجنت EFK نمشي بالسؤال الموالي أحسب M بحيث نكتب M أولا M تساوي 3 28 درجة زائد 30 40 درجة زائد 30 28 درجة زائد 30 40 50 درجة إذا لاحظ جيدا هنا تجد هنا 28 درجة وهنا 28 درجة يمكن لنا نعود ترتيب هذه الحدود بطريقة أخرى فنكتب مثلا 3 كوسنس مربع 28 درجة زائد ونضع بجانبها 3 سنس مربع 28 درجة ثم زائد سنس مربع 40 درجة زائد سنس مربع 50 درجة تهيئا للمرحلة القادمة هنا لدينا واحد العامل المشترك كما ترى هنا هو العدد 3 نعمل به فنكتب 3 عامل لكوسنس مربع 28 درجة زائد سنس مربع 28 درجة إذا لحظت أيضا هنا تجد هذه الزاويتين متتامتين 40 زائد 50 تسوي 90 درجة إذا ورأينا في الدرس إذا كان لدينا زاويتان متتامتان فإن جيب إحداهما وجيب تمام الأخرى إذا يمكن لنا نحول السنس للكوسنس نختار مثلا السنس 40 درجة وهو الكوسنس دي لش نعم والكوسنس 50 درجة إذا سنس 40 درجة يسوي كوسنس 40 درجة ثم نترك الحد الأخير كما هو الآن سنطبق القاعدة التي رأينا في الدرس القاعدة الهامة في النسب المثلاتية وهي كوسنس موربا الفا زائد سنس موربا الفا الذي يساوي ماذا نعم الذي يساوي واحد هاي نقدر نطبق هذا المثال كوسنس موربا 28 درجة زائد سنس موربا 28 درجة يساوي ماذا نعم يساوي واحد حسب القاعدة العالمية للحساب المثلاتي ثم نمشي للكتابة الأخرى لهذه حتى يتخضع لنفس القاعدة العالمية للحساب المثلاتي كوسن يساوي موربا الفا زائد سنس موربا الفا يساوي واحد الفا هنا هو خمسون درجة إذن سنكتب زائد واحد ثلاثة في واحد ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة وانتهى نمشي ودرك التمرين الرابع هو هذا التمرين الذي نصحه إذن المطلوب هو حساب المسافتين DM و MN هنا سنرسم هذا الجزء من الشكل ثم سوف نبحث عن المسافتين DN و MN سوف DN و MN هنا اختصرت الشكل في المثلة O D C إذن M تنتمي على M M و M تساوي DC على DN و OC على MN أو DM على DO تساوي تساوي MN على OC تساوي MN على OC نفس الشيء نحن نكتب هذا المعلومات نعتبر المتلس المتلس D أو C عندنا نقطة M تنتمي إلى مستقيم OD و N تنتمي إلى مستقيم OC بحيث المستقيم MN يوازي المستقيم OC إذن كما ترى هنا شروط متوفرة لتطبيق خاصية طالس المباشرة إذن حسب خاصية طالس المباشرة فإن DM على DO تساوي DN على DC تساوي MN على OC ثم نعوض يعني DM أي 6.4 على DO وهي 8 تساوي DN التي نبحث عنها على DC وهي 10 تساوي MN التي نبحث عنها أيضا على OC وهي العدد 5 من هذه الكتابة من هذه الكتابة الرياضية نستخرج معادلتين إذن DN على 10 تساوي 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 6.4 على 8 و MN على 5 تساوي 6.4 على 8 يعني يعني جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين أي 8 DN هذه خاصة من خصائص 3 يساوي 10 6.4 أي 64 و 8 MN تساوي 6.4 في 5 أي 32 يعني DN تساوي 64 على 8 و MN تساوي 32 على 8 يمكننا بسطور كتابتين معا DN تساوي 8 سنتيمتر و MN تساوي 4 سنتيمتر وهكذا توصلنا إلى حساب المسافتين DN و MN دفعة واحدة اعتمادا على خاصية طالس المباشرة نواصل ثانيا ألف لنحسب ونقارن OA على OD و OB على OC اقتصرت على هذا الشكل لكي أستخرج النسبتين بسهولة OA على OD انظروا عندنا المسافة OA هي 2.4 سنتيمتر وعندنا OD هي 8 سنتيمتر إذن OA على OD تساوي 2.4 على 8 هيا 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 نكتب لدينا OA على OD تساوي 2.4 على 8 وعندنا على 80 وعندنا ثلاثة على عشرة نتفقين ومشي النسبة الثانية O B على OC O B رأينا تم في شكل رأي 1.5 على OC التي هي 5 تساوي 15 على 50 و15 على 50 بعد ازالة أو بعد الاختزال تعطينا 3 على 10 إذن ماذا نستنتج نعم نستنتج أن OA على OD تساوي OB على OC هي OA على OD تساوي OB على OC ونستغلها لإجابة على السؤال الأخير با بيين أن DC يوازي AB إذن لنبين أن DC يوازي AB C ونقرأ نقرأ هذه النسبتين في الشكل ونظر معي OA على OD تساوي OB على OC وكما ترى النقاط A وO وD لنفس ترتيب النقاط B وO وC ماذا يمكن نستنتج من ذلك؟ نعم نستنتج من ذلك أن المستقيم AB يوازي المستقيم CD حسب خاصية طالس العكسية هنا سنطبخ خاصية طالس العكسية على المثلات إما المثلات O AB أو OC D تبقين؟ إذا اعتبرنا المثلات OAB سنقول عيدنا C نقطة من المستقيم OB وD نقطة من المستقيم AO بحيث OA على OD تساوي OB على OC وبما أن النقاط OA وO وD لا نستنتج من نقاط B وO وC فإن المستقيم AB يوازي المستقيم CD حسب خاصية طالس العكسية لأن اكتواج المعلومات نعتبر المثلات O A B عندنا النقطة D تنتمي إلى المستقيم O A والنقطة C تنتمي إلى المستقيم OB بحيث OA على OD تساوي OB على OC و النقطة A وO وD لها نفس ترتيب النقط B وO وC وحسب خاصية طالس العكسية فإن المستقيم DC يوازي المستقيم OB انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو إعدادية برج زيتون مراكش تلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله لتصحيح تمريل الخامس من هذا الاختبار الموحد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر